إن قصص الأنبياء عليهم السلام فيها الكثير من الدروس والعبر نتعلم منهم الصبر ونتعلم منهم الشكر ولعل أعظم قصص الصبر في التاريخ البشري قصة أيوب عليه الصلاة والسلام حتى ضرب به المثل في الصبر فأيوب عليه السلام شعار للمبتلين ونموذج للصابرين وقدوة لنا أجمعين وأيوب عليه السلام من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وقيل إنه عاصر يعقوب عليه السلام وكانت بعثته بين موسى ويوسف عليهم السلام وكان دينه الإسلام والتوحيد وكان يدعو إلى الإصلاح بين الناس وإذا أراد أيوب عليه السلام حاجة سجد لله عز وجل ثم طلبها كان نبي الله أيوب عليه السلام يسكن في بلاد حوران وكان الناس وما زال إلى يومنا هذا يضربون به المثل في الصبر والرضا بقضاء الله جل وعلا فكان أيوب عليه السلام رجلا كثير المال آتاه الله عز وجل ثروة عظيمة فقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه من سائر صنوف وأنواع النعم وفي مقدمتها الأراضي المتسعة الخصبة وكان له من الخيل ما يدهش الأبصار كما كانت له أعداد وفيرة من الإبل والبقر والغنم وسائر الماشية وقد كان لأيوب عليه السلام ألف شات برعاتها ناهيك عن العبيد الذين يقومون برعاية الأرض وخدمة الأنعام وكان أيوب عليه السلام برا تقيا رحيما يحسن إلى الفقراء والمساكين ويكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيوف وكان شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه مؤديا حق الله تبارك وتعالى فيها وكان لأيوب عليه السلام أولاد وأهلون كثيرون وكان الزوج هولية ترفل في هذا النعيم العظيم شاكرة لربها عابدة فقد كانت تكثر الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل إذ رزقها سبحانه من البنين والبنات ما تقر به عينها ولا تحزن وأوسع سبحانه عليها وعلى زوجها من الرزق شيئا مباركا وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا وفي يوم من الأيام جاء أيوب أحد عبيده ليخبره أن ولدا من أولاده قد مات فصبر أيوب عليه السلام واحتسبه عند الله تبارك وتعالى ثم مات له ولد آخر بعد ذلك بأيام فصبر واحتسبه وظل أولاده يموتون الواحد وراء الآخر حتى مات كل أولاده بل وفي نفس الوقت كانت الماشية والأغنام والخيل تموت أمامه حتى فنيت كلها جميعا وأيوب عليه السلام أمام كل هذا صابر محتسب لله تعالى وابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام في جسده بأنواع من البلاء شتى ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما وهو في هذا البلاء كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل ليله ونهاره عليك السلام يا أيوب وطال مرض أيوب عليه السلام وانقطع عن الناس ولم يبق أحد يزوره أو يحن عليه سوى زوجته وعدد قليل من رفقائه وأصدقائه فكانت زوجته ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته إلى أن ضعف حالها وقل مالها حتى إنها ألجئت إلى أن تخدم الناس بالأجر لتطعم نفسها وزوجها رضي الله عنها وأرضاها وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد ولم يزد هذا البلاء أيوب عليه السلام إلا صبرا وإيمانا واحتسابا وشكرا وحمدا وثناء لله تبارك وتعالى حتى إن المثل ليضرب بصبر أيوب عليه السلام ويضرب أيضا بما حصل له من أنواع البلايا والمصائب وأيوب عليه السلام لم يتسخط لحظة واحدة بل كان يستحي أن يسأل ربه عز وجل الشفاء حتى كان يضرب به المثل في الصبر والرضا فيقال صبر أيوب وأما لي زوجه عليها السلام فقد أشفقت عليه إشفاقا شديدا فلما رأت أن زوجها أيوب عليه السلام قد طال عليه البلاء ولم يزدد إلا شكرا عندئذ تقدمت منه وقالت له يا أيوب إنك رجل مجاب الدعاء فادع الله عز وجل أن يشفيك فقال أيوب عليه السلام كنا في النعماء سبعين سنة فدعينا نكون في البلاء سبعين سنة فقد وصف الله عز وجل أيوب عليه السلام بقوله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ولقد جاء في بعض المصادر الضعيفة التي لم نقف على صحتها مشاهدين الكرام أن أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بمرض شديد كالجذام أو الجدري أو سائر الأمراض المنفرة مما جعل الناس ينفرون منه ويخشون العدوى وأنه ألقي على مزبلة خارج البلد قال بعض العلماء وهذا كله كذب على نبي الله أيوب عليه السلام وذلك أن الله عز وجل لم يكن ليبتلي نبيا من أنبيائه بمرض يبعد الناس عنه وينفرهم منه لأن ذلك يحول بين هذا النبي وبين تبليغ دعوة الله عز وجل وتبليغ الشرائع والأحكام قالوا فكل ما جاء بهذا الصدد إنما هو من الإسرائيليات الضعيفة التي تخالف ما جاء في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة ولما طال المرض على سيدنا أيوب عليه السلام حتى رفضه القريب والبعيد وانصرف عنه الأهل والأحباب والناس ولم يبق معه إلا زوجته الوفية الصابرة التي كانت ترعاه وتخفف عنه وكان أيوب عليه السلام يزداد ألما وهو يرى زوجته وقد تبدل حالها من الغنى إلى الفقر ومن النعيم والرخاء إلى العذاب وخدمة الغرباء وطالت سنوات المرض والبلاء على أيوب عليه السلام وهو ما زال على حاله يذكر الله عز وجل ويشكره ويصبر على قضائه وكل الناس يعطفون على زوجته بعدما علموا ما حدث لزوجها أيوب عليه السلام إلى أن خاف الناس من مرضه وظنوا أنه مرض معدن وأن المرض قد ينتقل من أيوب إلى زوجته وبالتالي فسوف ينتقل إليهم فأخاف الناس منها ومنعوها من العمل عندهم فأخذت الزوجة الوفية تفكر كثيرا ماذا تصنع لتطعم زوجها المريض فوصلت إلى حل في غاية الصعوبة لكن لا بد منه قيل إنها أمسكت بضفائر شعرها وقصتها وذهبت لتبيعها إلى إحدى بنات الأشراف مقابل الكثير من الطعام والشراب وعادت إلى زوجها وهي في قمة السعادة أنها استطاعت أن تأتي إليه بالطعام فسألها أيوب عليه السلام من أين لك هذا الطعام؟ فخافت زوجته عليه السلام أن يغضب أيوب عليه السلام إذا علم أنها باعت ضفيرة شعرها فقالت له خدمت به بعض الناس وطالت سنوات البلاء على سيدنا أيوب عليه السلام والمرض يزداد كل يوم وهو ما زال يعيش في الفقر والمرض والحرمان وحيدا بلا أهل ولا إخوان سوى زوجته المخلصة الوفية عليها السلام ولكن الشيء الذي أدخل الحزن على قلب أيوب عليه السلام ذلك الحوار الذي سمعه من رجلين من أقرب الناس إليه قيل إن أحدهما قال للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيم وإلا لكشف عنه هذا البلاء فذكره الآخر لأيوب لقد تفكر أحد الرجلين في حال أيوب وامتداد بلائه ومصائبه فقد مضى على البلاء الذي حل به ثمان عشرة سنة أو قال بعضهم أربعين سنة ولا نعلم على وجه الحقيقة مدة هذا البلاء والمرض ولم يكشف الله عز وجل عنه ما أصابه به بعده وجال بخاطر هذا الرجل أن هذا البلاء ربما كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب عليه السلام وأطلع هذا الرجل صاحبه على ما دار في خلده وذهنه فلم يصبر أن صارح أيوب بما قاله عنه صاحبه فآلم ذلك أيوب عليه السلام أشد الألم وكشف لهم من حاله ما ينفي تلك المقالة فقد بلغ به الأمر في حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران الله فيرجع إلى منزله فيتصدق عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق هكذا ظل أيوب عليه السلام في هذا البلاء العظيم وظلت زوجته تبيع ضفائرها بعد أن رفض الناس أن تعمل عندهم وفي يوم من الأيام ذهبت لتبيع ضفيرة أخرى وعادت بالطعام والشراب لزوجها فأصر أيوب عليه السلام أن يعرف من أين تأتي زوجته بهذا الطعام وأقسم أن لا يأكل حتى تخبره بذلك وأقسم أن يضربها مئة ضربة عندما يشفيه الله تبارك وتعالى فما كان من هذه الزوجة الوفية إلا أن أخبرت أيوب عليه السلام بالحقيقة بل وكشفت عن رأسها فرأى شعرها محلوقا فحزن لذلك حزنا شديدا وأدرك في تلك اللحظة أن هذه الزوجة الوفية ضحت بكل شيء من أجل زوجها فتألم أيوب عليه السلام لذلك ألما شديدا هناك توجه أيوب عليه السلام إلى ربه عز وجل بالدعاء طالبا منه سبحانه وتعالى أن يكشف عنه البلاء قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وجاء الشفاء بإذن الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين إذ استجاب الله عز وجل دعاء أيوب عليه السلام وكشف عنه بلاءه فالله عز وجل على كل شيء قدير جاء الفرج الإلهي وجاءت الوصفة الطبية الربانية لأيوب عليه السلام ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فقد أمر الله عز وجل أيوب عليه السلام أن يضرب برجله الأرض فامتثل أيوب عليه السلام أمر ربه تبارك وتعالى ومس الأرض فنبع منها الماء نقيا عذبا صفيا فراتا سائغا فشرب منه أيوب عليه السلام فشفاه الله عز وجل وأبرأ الله عز وجل نبيه أيوب مما كان في باطنه من دقيق السم وجليله لما شرب من هذا الماء العذب الفرات واغتسل أيوب عليه السلام فأبرأه الله تعالى من ظاهره أتم براءه فما كان يرسل الماء على عضو إلا ويعود في الحين أحسن ما كان قبل بإذن الله تعالى وكان من عادة أيوب عليه السلام أنه إذا خرج ليقضي حاجته جاءته زوجته فأمسكت بيده لضعف بدنه فإذا أوصلته إلى المكان المقصود تركته حتى يقضي حاجته ثم عادت إليه تمسك به تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته وقد أبطأ عليها في ذلك اليوم الذي دعا فيه ربه عز وجل حتى أعاد الله عز وجل له صحته وعافيته كأن لم يكن به مرض وعاد أيوب عليه السلام إلى زوجته يتدفق حيوية ونشاطة كحاله قبل أن يداهمه المرض والبلاء فلما رأته زوجته لم تعرفه في بادئ الأمر مع أنها رأت فيه شبه الزوج عندما كان صحيحا معافا وسألته عن زوجها النبي المبتلى وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سويا صحيحا ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنها وكم كان ثراحها وسرورها عظيما عندما رأت نعمة الله عز وجل على زوجها في رده عافيته وصحته إليه وكما رد الله عز وجل على أيوب عافيته وصحته رد عليه ضعفي المال الذي فقده ورزقه تعالى ضعفي ما كان عنده من الأولاد فقد أرسل الله عز وجل سحابتين لا تحملان مطر بل تحملان ذهبا وفضة وكان لأيوب عليه السلام بيدران أحدهما للقمح والآخر للشعير فأفرغت إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير وكان أيوب عليه السلام خفيف الظل ندي الروح فقد أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل من جراد من ذهبه فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أغنك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك وكان أيوب عليه السلام قد غضب على زوتته في مرضه فنذر إن شفاه الله عز وجل أن يضربها مئة ضربة وعز عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب والجلد وشق عليه أن لا يفي لربه عز وجل بنذره فجعل الله عز وجل برحمته وفضله لأيوب عليه السلام فرجا ومخرجا إذ أمره الله عز وجل أن يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعير فيضربها بها ضربة واحدة فيكون قد وفى بنذره وفي نفس الوقت لم يضر زوجته قال تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته